السلام عليكم فرحان ان ارجع اتلقائكم جديد مع قصة جديدة كيراكو لبسا لكم قصة اليوم قصة الوحدة البنت عيون ديالها متقلبة فاتنة تسحر العقول بالجمال المرأة الممكن تقول عليها ان عقل ديال رجل ولكن بجسد امرأة من ان تعرف لك كيف شبعي او اسبكي والبطن ديالنا سيكون احد الفنان شهير كانت مننا ان القصة تعجبكم من طول شليكم بثاف المقدمة اطلب منكم انكم تبارتجوا معي القصة او لرابد القناة مع اصحابكم اعلى مواقعكم على التواصل الاشيماعي باش نجد ان نكبر القناة ديالنا وتكسر المشاهدة طبعا فضلا وليس امرا شكرا لعني قد اعطيكم على كل لايك تضغط عليها كل سعلي قزوين تكتبوه وتتخلي وليه تفرحوني بي وكل بارتاج ما نطولش اجيب وشوف القصة اليوم موسيقى هذا هو الوحش كاسر و قوي لا يمكنه أن نزمه إلا بالنور و لكن ما كانت ممكنة و قائلا كان هذا الطلاب دائما محصن و حسن معنية لا يمكن أن نور يختار قوي وهكذا كان طلاب الفنان المغرر الشهير رائد ياسين صاحب أجمل صوت و أمهر أصعبه يجب أن يقوم بشكل مهار يجب أن تدعم القلوب الشباب في أغانية رومانسية و حالما يجب أن يقوم بأنحانة و الأوطار القلوب العذارة و يتحف الغرام خاصة هو أواخل عشرين البنية قوية المالمح وسيمة و العيون في الجمال الزرقة الصافية و لون البشره البرونزي يجب أن يقوم بحل فارس و الأحلام ثلاثة الحفلة التي كانت في الدولة العربية من ضمن جولة فنية و ينطمعها و المدير أعمال يسمى سعزتين لما يفارقه الشخص الوحيد الذي يفهمه و لا يشرح شيئا و الذي يعونه أنه نجح لا يفارق إلا فقط نوم يجب أن يدخل الغرفة بصعوبة من الكثير من المعجبين الذين يدعون يجب أن يدعون صورة سيلفي يسني لهم تعلم أن يلبي رغبات الجمهور و لكن بطريقة لا يبقى لكي لا يخسر ما يوصل يلا حيث الكرابات يتحرك في البيت إذا لم يدعز الدين الذي يدعونه و يقوله ما تريد و يقف و كانت طريقة تعز الدين في المساعدة و تريه الأعصاب لا يجب أن يشعر بالعجز أو الحتياج و يقفوا يدعي العز سوف يأتي الكرسي حتى تتكعلي يشعر بالعراق من الأيام يريد أن نعود إلى الأمريكا قال العز و يقلس قدامه يجب أن يدعون يجب أن يدعون في أمريكا أمريكا يجب أن يصنع الطريق للشهرة بكل مكان رغم أنه عربي و بالنسبة لهم لا مكان يقدر بلادي يزوره مرة مرة يجب أن يدعون حفلة يجب أن يدعون بكل هضوء لدينا الفول مع 9 صباح أعرف أن كل شيء لا تريد أن تتحرك لدينا عدة وخاصة مع شخصية مهمة لأقبل حفلة خاصة و لكن رفضت و قررت طلبه مرة أخرى يجب أن يقلب على السجائر و يجب أن ينفخ في هذا محصب لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال فأنا يجب أن يجب أن يدعون و يجب أن يشعر و يقول أن هذا الرجل شخصية مهمة و يوجد مجانية و لكن لا يزال بأن يزال من الحضروع و يسوق طيارة و يحكي لا يزال لا يزال هذا الرجل وعدنا أن يسافر بطائرة من سالة و الحفلة و يجب أن تكون و يجب أن يصبح الزراس و يشعر هناك و لكن لا يزال أغنية جديدة و يبتسم ولكن أعرف أنه لا يزال لأنه يمكن أن تغنية و يقول أنه يجب أن يكون أقوم بطائرة الان تسجيل ان يكتشجها و يجب تحرك يجب ان تقوم بقاء و يجب ان توقف و يجب ان تقوم بصمونا ألوك روحة الهواء ويصف حرقة حتى تحرك الهواء يمكنك التحرك نوع من الهواء ويصف حريبة السابق وكيف تعود أن يسمع من المحاولات المساعدة التي تحرقها في الغضب العصبية تجعل ان تصمر بلاسته يجعل البلاسته استخدامها ويجعل تحذير القوية بعد أن تصعب العمى يجب أن تعرف أنه لا تصعب الصوت مازال أحد ما هي الطبرة؟ جاهلة في الصوت و يقول له حتى تغذل ولا تقول له بأنه رائد المغاني المشهور يطلب من أن يصل في كلاعاد و تصعب صغر و ردات الفعل رغم أن اللهجة و تصعب كاسبيا أنه ليس من هنا أجنمية و واضحة و يقول لي جاوبته بنفس الهدو و اختصار الرضو لها سادم العصبية و تقللها و هل تجاوبته بسرعة؟ تجاوبته بسرعة لا أكيد لا يمكن أن تظنيت أن كالقصد أني برستك سكت هو وكيلة عندك و تجاوبته و تجاوبته و تجاوبته و يقول له و تجاوبة برستاني قبل أن تقول له أعرف أن الوقت ليس ملكك و أنك لا تريد أن يظهر بك و تجاوبته و تجاوبته بسرعة و تجاوبة و تجاوبة و تجاوبة لماذا كنت يسمعون جحة yen كون كان معك شي واحد كان غيهضر معك والصمت كيله في المكان وكن نظن ان وقت الفطور رافعت لذلك الناس يقلون هنا عاد ان الحاسة دي في السمع ما تلتقش الا صوت الانفاس ديالك وكنت سيسي اني ما نشوفش وكنت سمع اكثر الحاسة ديال السمع تقف وقدر نظر ما جاوباته ويقول له مش غدل شي بلازة او لو كنت سنى شي واحد ويتقل له وممكن كنت سنى شي واحد اتمنى لو قدر يشوف مولات هاد الوجه هاد و هاد الصوت يتبين ذك الثبات ديالها وش خصيصها الغامضة رجع ويقول لها شي واحد غريب ولا غريب ولا شنو قدر هنا حسبو هاد الفوضو الكبير جيته وما قدرش يمنع نفسه ان يقول هاد الجمل سكت شوية قبل ما تقول ايجابة واحدة ما جاوباتش لا اصئلت ويتقل له هاد انا هنا جاية سياحة شي ايام اسمح لي هاد الانسان اللي قدرها كلام دياله كله بحل ما جاوباتها لا تسؤل منه بحل كتر ما اردت المساعدة ديالها ولانها بغلت بقمعه مع مغني وشعير بحاله شي خلاك يحس بالحيرة وكي اسمع خطوتك تتحرك بعيد بلا ما سعطيه فرصة ان يوقفها واتشيليزه على السبوع السبوع السبونية وصل لعز الدين كما كان متافقين وصل لعز الدين وصل لعز الدين لعز الدين كانت هنا في الفندق عز الدين ويشوف بنت انا بنت ام سميثة وينتعرفتها ينفخ السجرة والصوت حيث تأكله من الداخل عرفتها في المطعم لا اعرف اسم سياحة ويجب عليك تقع التفاصيل انا اضع الدين يسوق المهارة ويقول لهم رائد لديك الكثير من البنة لديك الضرب لا تدخل المغامرة ويقضع وقام لا تدخل ما سوف تقوم بقاء انا انا اخذها واذا سوف تحصل انا سوف اقوم بقاء وانتظر صاحب لديك الكثير من المواجد نحن بقاء عندما يتفخسنين الدخل ومقفت الحفلة للليلة يتم قريباً بالتحرك الاستخدام انتظر لكم وقفت الوقت وستعرف ما بشكل شخص ويقعون بحث هذا الليلة اعز انا نحن بالتحرك مستعد لكم التوتر بإمكانهم يدعم الجمهور ولكن تقدم بخطة ثابتة واحدة اعز غادي كي محركوا بالمدعومة اللي تعالى الغوات ديالهم كيرحبوا بيه كي يصفقوا توقف هذه الغيتارة دياله في صندس وهذا واحدة هكا منصق دياله على الكرسي سنديك الغيتار دياله وبضع صبعه كيتحركوا ولكن هزه وهم سليفو دي كي انه هنا رائد نور اسميه نور ما تغيرتش المعالم دياله اللي كان جامده ساحد ما شرف النظرات دياله جامده مرهه ذاك نظر الصوداء اللي كيلبس هديما اللي كيدرق بهذاك الماضي اللي ما كيعرفوا صحيح من غيره وعز الدين صوته كان كي خلي العقول كتزيد كتتعجب بيه اكثر والنغامات دياله كتلعب على اوصال القلوب اما الكلمات كانت كتتعضر على كل العاشقين باللقاء مرة الفرق مرة الحزن السعادة كل شي كي يجاوبوا معا بتصفيق الصيحات ديال الاعجاب من كل شي وكي يجاوب كلمات هكا سريعة وكي يسمع صوت الشخص اللي كان عرض لديك الحفلة ما غير قدرش نوصفلك السعادة ديالي بالحضور ديالك جاوبوا بلا تابع شكرا ويدخل عز بالحيوار شكرا ويدخل شكرا ويدخل شكرا ويدخل شكرا ويدخل شكرا ويدخل شكرا ويدخل قدرش شكرا ويدخل سمح لي اني نشيد بالعسل والصوت صراحة سمسعت بهم حسما يبعد خلالي المساحة الفارغة انه يضر معه ويقول لا كان اظن اني كلا عرف صوتك سمعك اتقوله بصدق ويه تلاقينا بالغيسط عاقل كان ضروري يخصو يقول هذا الشي ولكن هكذا غبت انه يقصد انه يطلقها مرة اخرى تكشي ويقول لا ويت فكرت بتأكيد صوت ديالك مميز اول مرة تتبع صوت ديالي ويت تقول له لا لا اكيد لا انا ما اكثر معجبين بك سنة انها تكمل بلبس العبارات الاهجاب ولكن كالعادة خطر صارت كلامها وسكتت شوية حتى تطرع انه يقول لها ظنيت انك غتقول لي انك يصحف دي الكلمة دي الاغاني والحالة اندهر قلب ويتقول له بلبس الهدو كي يوضح انها انه انسانة بالغة تقريبا هتكون في الحدود ديال 25 سنة هكذاك عند خبر عامي يقف في التعامل مع الرجال وهي عادية تكية ويتفكر قبل ما تنطق اي حرف وهي وش هاد الشيء سيجعلك هكذا برتاح ولا العكس تمنع ان يحيدك الجيدار اللي كيلفه باش يشوف الملامح اول ورمار الراوحدة ويعرف مولات هاد الهدوء والعقل والرزالة ويقول له بضيق كي يبين ندع كيفاش هكا محصب من العجزة اللي قدامه الهاتي ولا هاتي ولكن من اللي تمنع ويبقى كي نسيق وش كي تفضلي اني نمشوا هنا وممكن اني نعرض كلاشا في بلاسة حسن معادي اقل الهدو بتردد ديال هو يرجع سوء له وش معك شي واحد لا اختصار ديال كريمه كان كي يزيدو هكا حصبية تمنع انه يعرفها بزاف بحلك تقطر لي الهضراء بحلك تتدالي الأبواب ويتم غادي كيتحرك اوكي اعز الدين غادي يوفرنا سيارة باش نتحركوا حسوس بعرقاء قليد الهوسة ويقول لي اجي من اللي يسر طريقها كم خصصها حسن اعرف ديكسة انها كتحركوا باش توريه الطريق ولكن بطريقة غير جاريحة ما جاوبه اشتبع الوسط ديالته ويقول له راية تماحات السيارة في العسود واقفها وش هادك ديالله وي ركبوا بزاج بهم والسائق اعطاه البلاصة ويقود السيارة لماذا تثني يا شما؟ الصغره بجملة دياله ويرجع سهولة وش كتيك اتمنى انك تملي صغره ديكسة لا لا انا انا نجي سعادي باش نسمسا ويقول لا بوحد اللي جافع شوية صغرية على قبل شنو اذا ويتقول له بعد ما فكرت شوية الدعوة ديال مسيوع اعز اني نحضر الحفل النجم الشاهير بحالك ما يمكنش لي ارفضها الوجود ديالك معايا دابا ويقول لنفس المقياس قد ساكت وحد المدة حسب السوات والرجال ويرجع تتكلم ما قصد شي حاجة خيبة بالكلمة ديالي انيسة وانا ماشي منتلقها رجال دور وجوبه يتحسب سيارة كتوقف عرف انه مصلو تكي اسمال بابكيت تحلو يتقله ونصنى ذاكي يقلب علي يدبشي حل الباب ذاكي ساحلها تكي حسبه اذاك تمثله دراه اسمح لي بقال جسد دير تصليبوا حد لحظات ورغم انها ماشي اول مرة تتحركوا مرة تتوري الطريق ولكن هذه المرة كانت مختلفة هذه الخبرة تجذبونها تتحركوا الداخل سيسمع صوت المسؤول يقول مرحبا 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 بالفنان مرحبا يقول له لا 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 انه احب انه انه ام انه فحسب بحسنا تتحرك انه مجهد مدت كان كامل كراسير يمر السود في كل التلاقات و كل يقومها بالمشاعر لم يقوموا على القرآن بشكل قرار عندما يحاول كامل لأنه يقوم بشكل عكس مدى طويل أطباق المدى على مدى طويل يقوموا و يقوموا يقوموا بحوث غير مستعرد يحاولون أن يدركوا لا فائدة لا يجب أن تتكلم ونعرف لا أعرف كيف يتحرك ونعرف 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 لا يجب أن تتكلم لا لا يجب أن تتكلم لا يجب أن تتكلم لا أخاف من شيئا ونعرف أن حياتك تهمك لقد أعجب أن تتكلم ونعرف لم تتكلمت فوق السنين لا أعلم لأنه لا يجب أن تتكلم لأنه لا يجب أن تتكلم لا أعرف الأخبار لا يجب أن تتكلم لكن قمت بأمريكا ونستقرد أن أمريكا لا أستطيع أن أقلم لا يستطيع يتكلم لهم يرى يسارك اسبغي بلادك او لديك رايز خيبة تركتك بها ساعة و يحبس الماكلة لا يوجد رايز هنا و هنا في هذه اللحظة يقلب على المعلقة لا يجب أن تتعصب عندما يحسب المعلقة تلمسيه عارف انها قربة منه و يحتاج المساعدة لا يوجد الهدوء من البلاد عارفه كانت تغير في الطبس اللي احدك غير تسال بلاده عارف انها كيف تتعامل معها عارف كيف تتعامل معها لا يستطيع أن تتعامل معها سبس المساعدة حياتي ثم يتعامل معها و أعود الأغاني و طويلة من ما أعرف الأغاني أغنياتك مميزة سعر بكل اي انسان يتعامل معها يدعى و تسول لا تفهم أغنياتك يتجهي على نوع منها يجدب لك أي إنسان جميل فئة الناس الكبار وصغر الكلام كان يمسي قلبه تماماً يجب أن يدخل البكاء في الداخل وكانت تعرف ماذا تنطق بحلقة تلعب على شيء لا يفهمها يجب أن يقلب على البكاء السجائر حسنًا يمكننا أن يطلب البكاء السجاء لديك خبرة صغيرة أخري أن يجب أن تقول لك وفضل ينفسك وقبراً بالطبيعة تقبض بعد ذلك وعندما أصبح مددية يجب أن يتقسر أو ينسل بسطة يجب أن يكون يجب أن يموت ويجب أن يجب أن يكون مددية يمكنني أن يكونوا في اللون الزيتون بعد المرس يخضرين وقاسمين وفي الوقت الفرحة يكون لديك اللوني يمكنني أن أعرف كيف يسبد لهم اللون سورة تتكوين في المخيلة كيف يبدو أن يكون لديهم العيش فيه أبوك وعندما يكون لديهم أجنبية يمكنني أن أمريك وأن أبوك يتنقل في الدول لا أعرف كيف يتعلم ولكن يجبني أن يتعلم مع الوقت إقامة كانت تيماً لك صغيرة مع جدتي و جدي تراجح في الكرسي و يدخل بهدوه يشعر أن يكون الصمس و يقطع لديك و جديك و جديك قلت للمرة هادية و يكا تجاوبه و مثالك إلى حدك الغربة في كلامها بحل لك تحاول كتدير وجود بش تضرب العربية ماذا؟ سكت شوية بحل لك تضرق شي حاجة أمور كلمات و لكن ما لا أريد أن يجد عقله لأنه شي حاجة تجليك يجدب لها بكل سلاسة و أنا لا أفكر كيف سوف يتجاوبه تساوليتي الفنانديا المفضلة في السنة الأخيرة و ديما كانت سبع الأخبار ديالك يومياً كنعرف في كل شي كثر من ذلك التي تشربه السوشال ميديا حافظ الأغاني هذه و الحسن الألحان و أخييي الإسماع ذلك إن إنه يطلق كلمات الإعجاب و الإضاء و التي تجعلها و تعطيها و أعجبت طريقة ديالها في تتعبير و الاختيار هذه الكلمات و حسن توقيت و عرب شهر السينوات الأخيرة ماذا كان حسن بالأغانية؟ سواء أحد الأغنية في الحفلة و. او امورها ديسكن سباك ماذا لكي يحسنين لو رعا شي اصرار ما عارفهاش ولكن بحال مبغش شدره لو يمكن ما بغش حفاب تأكد منه او ممكن هو اللي كيتخيل فضك شامل الفكر دياله ويسوله كتير عارفة بلاكين هنا اكيد ما تخيلش اني جيت لنعايا قبل زيارة ما استغربش عارف ان المعجبين كيعرفوا قاع الخطوات دياله هو يقول ليها فيتلك حضرتي الحفلة ديالي يتقلوا بلوس الوضع دي ما كان سابعة بكل شغف كانت بالنسبة لي امرأة غامضة واثقة كيف تخسر الكلمات ديالها وتملك هاته واحدة الرغبة قوية انه بغي يشوف ديك المرأة و بغيها و بضروري يخصو يقول لي ذاكشين اللي بغي و يقول لي غدا يكون واحد الحفلة اخر في الشقة ديالي في الفندق او ماذا تبغي تحضر اليه بتكيس مغيسكات بلا ما تجاوبوا بتكيب حسلها تطفى يفوقت بلاح سلقها بلا مساعدة تطفى بعدك سجارة و يسهلها و ليش سكت و ماذا صعبه من اسماليك؟ على ما كان عرف ما كانت ترش حفلة عسل الشقة ديالك و بساسم بالزاز منه اتي مراتكية فعلا بصراحة فكرة الاختراتية في البال ديالي دايما يمكن ما عنديش جدوى الاعمال لفترة القريبة ربما تشغلها بالوجود ديالك معي اتكوني ضيفة الشرف كل اغاني نغني على قبلك حسبها بحل لا كانت تسئلة قمة جاوبوا ولا كانت تنقى ان يغني وافق قرب من ديك الحافة ديال الطبلة ديكسة حسب رسو قرب لا اكثر لانه شم العمير ديالك نعم يك انا المغني ديالك المفضل سكتات لقد ستبقثد حسنا وارجعت قادف الاجلسة ديالك ويسولة ما بغيت صاحبت العيون متقلبة وحكاسي شوية حسبيك الناس تجدها الغفيف كي يدعب الاجواء ودني هكما سهل القامسانتة نسمع شنو ما بغيت نطقني ذك سوت ديال العدب اللي يقولك إلي العبله على الاوثار ديال قلب ويطقلون ولكن مين كمش لي انحضر كي نعرف انها غتراوغه سوف نصرف لك سيارة تلطر يقول لديه عنوان شو لا ديس في الفندق يتقل له هكذا بشوية ما كاللاش لاني اقدر نجيب احتيها خاصة اني ما نقدر نعرف ان يكون ذاك الوقت بين انك بتلاها في الانكس حضرها في الخاص مطرم شورب حالي بالعكس عاديش حاجة زوينة بثاف ولكن الوجود ديالي معاك دابا والعينين كلهم كتاب هنا يخلين نصرف لاتفكار ويقول لها بلا مبالس بلا تفكير على العموم احتيما بيلك مصادر لتشي واحد انا بوحدة اللي عندي الحق بالأحتيما بيسقل له احد اللاجم خسال فهذا المرة وعليش انا ومعجباتي لك ثاراس ويقول لك كل ثقة لانك نسي اللي يحسي الانتباه ديالي دون انعل جميع بالعيون ديالك متقلبة شاربينتوزك يسمع صوت المصفول قاوة وعاصر وصدق قبل ما يمشي ذاك الراجل ويقول له واش تسمحوا تشوف العيون الانيسة وتقول لي اللون لن ديال شعرها وعيونها كيفاش كتبان كان الصمت سمودة ثم بدأ يبتسم ذاك الراجل ويقول له شعرها نحاسي طويل مع قود اللور وعيونها كتبان خضرة مغلوقة وبينها بحيش اميرة متأنقة ارجع بتسم مرة اخرى وبدأ كي الزراسة اما هي ضيقة عينها من الوصف سمع الرجلين هكا يقربوا ويبعدوا اعرفوا بالله بعد اليوم ويسمعك تقول له لا يوجد كثير هكا كانت تخيل دم وجهك وكيتلون بالحمر السعادة اللي كانت شاركك فيها ولكن شنو قديسة الأميرة سكسات ما جاوباته شوية ويقول له هكا يبالغ انا بسطة من هذا الوصف اللي وصفني وهذا شيء اكثر ما يجدوني لك صح نت بديتها كعرة لكي تسنع انها ستهدتها وليما دارسة ويقول له يدتها ستصبر على كل الكلمات اللي لا يستطيع ان يدفوها بها ويمكن اجوبة منك تحشبين انك ستقول قد لحظات ستحسبي ترقا حتى سلا يده ويزير على وقربها حسابه بها ويقول له نعيدوز عندي الوقت طويل حسابه حسابه نطلقها 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 ما زال موصر عليها ما تلقش الدواء كإجابة سنعيش على العمل نطلقها إلا إذا كان في حياتك رجل واحد آخر حسبه حضره شفاف صوتها ويتجابه عمري ما فكر شي واحد مقبل تسمو حسبه حد ساعدة ويضغط على يدها ويقوم كي يهدروه طلب السيارة الخاصة ورجع بسائق العلوان وكمل هو رجع للفندق وهكذا السيارة الليلة هو سد عيني الأفكار وعليها والصورة التي يرسمها لي في خياله في الصباح في قواز الدين يجب أن تدخل الغرفة لا يمكن أن تشرح لي ماذا يرسلته ماذا كانت تعني بهذه الحفلة تكاعدها كأحد الكرسي ويتجب أن تفرشه وما زال النعاس في عيني بعد وحد الليلة دووزه كل في التفكير دووزه يدد على شعره الأسود ويقول له حفلة صغيرة لا يوجد حاجة كثيرة لأنني أصلا يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة يقلب على سجائره ويسمع الغرفة لا تفهمت ما تريد أن تكون سجائره يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة ويخرج يدخل الغرفة ويقلب على شعره ويقلب على شعره يدخل الغرفة ويقول له كيف يدخل الغرفة يتكلم لا أعرف كسبة المصحبة لا أريد أن تقوم بالدعوة بسهولة وكيف يدخل الغرفة ليس سهل كل شيء لا يدخل ولكن هذا ليس مهم يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة وشكسة تقريب على قليلة تقول له وقم بسهولة يدخل الغرفة كيف يدخل الغرفة يدخل الغرفة يدخل الغرفة ويزع يدخل الغرفة اذا يمكنه ان يكون الناس جدا يتجنن الصائق و يكمل البوابة مصدر و استدرائي نزيد السابعة و طوال و نضيف و نضيف الباب مصدر نضيف السائق و يقفه حضر الكبير و نسوي و نضيف السائق و نحل نحل رجل البوابة و غير السائق و تصمغادي داخل الداخل و مع وقف الناس انا رائد اقول لاني صنور انا كنت هنا ويساق له هذه البنت ويساق السائق ويصنع الأدراج السائق وعندما أسمعه لا يوجد حاجة للحريكة تتحرك حتى توقفت أحده يسمعك تقول له لا تتوقع أنك سأأأتي لدي لك ساكن فات العصبي لي و لم أتوقع أنك سأأأتي لدي كان بناتنا موعدة أني سأقول الله اسمحني ولكن كان ضروري أنك سأأأتي خبرتك أني يمشي تلك المرأة التي لا يمكن أن تكون أي رجل ويقطف واجبه إذا كنت قمت بناتنا لا يمكن أن نطلب منك أن أدخل لأنني أنا أحد تحرك تجاه الصوت بلا واعي منه و أينما سأذهب أعرف لماذا؟ أعرف لماذا كسبتك تحضرني و لا سأذهب حسب تدفع الجسم ينطلق الجسم قبل أن نزيده تراجعتي إلى نور يمكنك التحرك أن تحرك أخبرتك و أخبرتك و أكثر أكثر و يقول أنك سأذهب و يقول أنك سأذهب أخبرتك قرب منه و أخبرتك و يتقل إلى شخص و أخبرتك و أخبرتك و أخبرتك و أخبرتك و أخبرتك و أخبرتك لانك ساعة تلصي لها وممكن ان اعفق جبريق بلسكر سوف نستطيع ان تصرف هذه الساعة تشريه سلمة كيف يسمع خطوات تقرب اليوم ويقول لها اعفق بلسكر ورجع ثانية كيف يسمع تحرك تكتب اللابسة يقرب اللمسة التي يدعها على دراعوية حاول انه لا يتأثر ماذا تدفق من دراعوية سوف يحركها ويقول لها قلسوا بعدها ورجع ماذا كنت سبق لنا وتعرفنا كان صاري مفكالي مازا كيف مقبل كيف انك مرقوية ماذا تدرينا اكيد في داري تشعيل واحد صيجرة ودرامة انه لا يدخل اكثر اكتبت جابة اذا يسمع رجلين هكا جايين صوت ضد ضد صيجرة ماذا تحدث ورحة القهوة شمها ديك ساعة بعدها تلحظت ويسمعها تقول تفضل القهوة وزيده حسب الى الفنجان في الهدو ومعرف شعرش كان يحس اني كانت عامل ممرهة اريستقراضية شئيين كان لم تقوم بحث المرورات في الداخل فقدت النور العيني و تسجن في داكت الظلام عارف اني طفلت بطريقة قبيحة و أسأت الحكمة لك تكتسيس مع الصوت جل ما لا يخطأ كما القهوات و لم تتكي حسباتها وقفت كنتظل اني دفع باخر قربته هذه المتقصة و تنبسها و كانت محلوة بالفريسة لا أعلم كيف سنتحدث تصدر لحظتي بالنقاط أتمنى أنك لحظتي حيث تلوية حرير و أعرف كيف حالية قبضة قصيرة و تفعسها و تنبقى و تنبقى طفلتها و تحاول ان تخلص نساء منه كيف تجرع ؟ اكيد تراجع اللور من يدفعاته وتماسك من يصطدم بالحافة الكرسي اللي كان مورا باش ما يفقدش توازن دياله تقعد في الوقفة بتي عارف اني بغيك ويتقل له واحد صوت بارد بحل تلج انا مشي جارية عندك اصد رائد ولا بنت ديالليل ولا انت بغي تكون بحل حيوان لك جري مورا الشهوة ديالك راجع نفسك قبل ما تصرف بهالطريقة اللي كتسهينك قبل ما تسهيني قدامك لكي تزدت وطرشته كل القوة مكانش عن درد ملقاش كلمات تحرك بلا هدي وكيدوز يدعلى شعرات كي يصطدم شي حاجه باردة عارف اني هو الطبيل وحاول اني يلقى طريقه وكي يشتم صوت لي من الخافض خرجيني من هنا تسمعك تعيط على سالة من يتمتك اتجابك اتجابك ما عطته فرصة انه يتكلم خرجي الاستاذ الداخل فين واقفة السيارة دياله كان عارو ان ذاك الحزمي في صوته يخفي واحد الارتجافه تحس منه و لكن لم يحاول انه يكمل احس فعلا باللهان من نفسه و لا يوجد واجهه دائبة فقط صباح لو حرق فراصه يحس فراصه يتفرسك بحليش يسكاكين يقطع فيه تقعد في الفراش يقلب على السجائر خده واحدة ثم يسمع الببطق و اسمع الخطوات الصباح الخير الفنان يدعو سليلتك مراج من الفراش و لا تنظر انه يدعو و لا تنظر انه ينقل سليلتك حسنه عماري لم يكن مقبل سوف نظر بطريقة لا تنظر لا تنظر اذا كنت اخذي حسنه و انه يسمعه و انه يدعو هذا الخطأ من عمر يجب أن تستطيع تصدق الناقضاء من المفترض في عمر 17 عام لكن هناك نحن نحن نجد الأناقضاء يجب أن ترى عمر 17 عام ونصد في عمر 20 عام لا تستطيع أن أعرفها أكثر و يقول له أنه لماذا؟ يجب أن تتحرطني بخطوات فيهد على الفراش و يجعبه موقع أولو لا أعرف كيف وقفتني كيف رفضتني بذلك الطريقة السنين دي الحياتي كله لم أعطيتني خبرة بنت تحكم بنت عدة 17 رحم رضعتني بوحد القوة وهنتني بكلامها تسمع عيزك يوقف ووقفها كمورة يجب أن تتحرطني بمعجبات رغم أنها صغيرة يجب أن تتحرطني البشرة والخمراء يكتلون بصفار وحمر وكي يقولون نحن نعرف كيف يجب أن تتحرطني طيارة نحن نجد أعمال كل عامر في نيويورك لا يمكن أن تخليف موعد نحن نعرف كل شيء و نتوقع مرة أخرى و نتوقع مرة أخرى والمتوقع الوضع مرحبت القرسطة في المتوقع لم يكن أشهر و لم يكن أعاً لحظات و العتر العيز أعلن على النواق فقد تام وجر كرسي ويقلس الجواب الرخيبة صاحبي ويتفيدك السجارة شكون هي سكتس عيز ويرجع يقول له عيز شكون هي وصلت لول وراء ملقيت سوحد في دي كلفيل وعرفت انه كانت غمس تأجرها صباح كل شي سافرت سوحد ما كيعرف شكون هما فقط الراجل اللي يستأجرها غبروا حتى هما حسب التم كيغلوا فاروقه مهم صغر مهم غاضب ماذا سيقول ويقول له عيز سدنا رأي سدنا 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 ماذا تتقصد بلا غبرات وماذا ستعرف خدمتك عيز ماذا ستعيز وقفك يحاول يتفكر الخطوان من الدخل ولكن يستضم أول طبلا لا يفقد التوازن ولو حد لد رجعته ستعيز ماذا ستعيز ضروري سنلقى ولكن عيز كان حادم معك يقول له ما ستعيز سفرات غبرات بارك ستفقد الصمعة لك بعد ذلك حقيقته من نجاح لا شيء إنسان لدي انسان مشهور وده كيتهدن شوي ولكن الأفكار ديله متهدناش ما غير عمرش مرة ما وقفته بحلاكة كيفاش بنت فهد العمر ديلة دارت في هد شيء كامل بتكيز دو وزيده فشار خلينا نبعده منه وتحرك معيز عرف انها بحل ديك الوخزة اللي المات حياته ديك الومضة دي النور اللي استعد في دلامه الحالي طفاهوه بتصرف ديله لهيش وخليكها تترجع وكاتخليه فضلامه مرة أخرى بحلك تعاقبه على ديك الفعلة ديالو معاها سبع البابا كايد الدق ودخلات بحد البنت مسيو عالا وجدكيه تسناوكلت حتى أنيسا شافتها هكا ورجعت لفسات المرايلة قدامه أوكي عناجه قدت شعرت اكدت بالله كله مرفع الفوق بإحكال ولا تمتحسكا كتتحرك بكل فقه لابسوح الكسوة طويلة ما كسبينش إلا دروعة العريانين بيضين الجسم نحيف موثير الجدل كما كانت دائما ولابسوح تثبات عالي كيرفع القمادية للقصرة ويتتحرك بثبات كما سعودت نزلت لعطر ديالو خلاته في الغرفة التي سكنتها لسانوات وتحركت وتقلعها القبرى في القصر تدخلت له غرفة كبيرة للاستقبال ويتسمع الأصبات كي يثبات له الكلام كانت كل ثبات كانت تدخل تكيب اللامرة بستسينات من عمرها بتسمع الحفيدة تقدم جهتها والشاب اللامر تفتل عندها لبس حواجة رسمية أنيقة كيف تسمع كيف تنجد ويتقل بك الرقة باللغة الإنجليزية الواضحة مساء الخير بس هكا جدها على الخدية الوقفة تقدم ذلك الشاب اخذها كايدة ونزل فمه لا تطيقش أني كنشوفك أخيرا توحش كبنت خالسي بتسمع ويتقل أهلا على بدك يحاول يحفظ بيدك وقابل جهتها وقابل جهتها وقابل جهتها اخذي جهتها جدا يتقل أنك ما زال رفض التخلي المصنعة وعليش نخليه الجمعتك كما تسامد قابل جدا وعني لا يصغر وقابل بك وكما ترور يتقل يدقل الجدا وهو نميرات الجدا وعلى وقابل الأرض لغة عمارها وما غاديش تكون ملك لشي واحد هكذا علمنا جدي من الصور وانا كنكمل ذاكش اللي بغا يجدي خسين حقه ويبعد على كان ضروري خصيب نحمى مطي النصيب دياله في الارض ماشي يقيددش كله بالوصية دياله وقفت هكت حركات جاهتو يتقله يعني انت بغي النصيب ديالها تابا مر اخرى هلا خالتي كتعيش اللي دي فين خاصة تكون وانت كتاخد الحقوق دياله كاملة تلبس عندك يشوف في بدك العيون دياله السوداء ولكن انت اللي كي يدير هذا الشي ماشي ايا وانا ولده اذا انا اللي ملحق ديالي اني ندير الادارة لدك شركة يخصها ساكت توقفه جدا عارفة ان ابنت خالسك كانت ترفض هادشي ولكن جدك وولي كان مصر ولي وقف كل شي وانوخة علقه بالبابا وتصرفه دياله ولكي رامات دياله شنو هادشي ماشي بيديش حاجه هلا هذه الرغبة تيجدك واخه ولكن يجب ان تقبله ولكن تنتهيه يجب ان تقبله الطلب ديالي ذات وجهه كتشوفه بحركة ارستقراتية ويعارفة انه غير رجعتانيه دراف نفس الموضع انا ولد خالسك واولا ناس بك طلب ديالي كررته كتر مرة ماازال غنكرره بعد ذات ما جاوبعته الشرط قتل جده اهلا كن نعارفه المغامرة ديالك تماشي رجل ديال الزواج نتابقوا البنات ما عندي تعالقه ما كين تعالقه المغامرة ديالي بالزواج تتلفتت عن دونر واذا كنت تعني بهذا الشيء الزواج كي يوقف كل شيء وافقي وغدي تأكدي غدي نكون دائما الولاد الخالة احسن يا عالا انا ما عندي سبلاثة زباش في حياتي ديالك الساعة سعى الصبعة لأكثر يا كن ما كتفضلي الامير جوان حساس بالغضب ديالك الساعة ماشي من الدين دين يا عالا وبحلو بحل خوية وباركة ما تدخلش في حياتي تكي يقرب منها الكومين داك العياد اللي عنا دفعيني ما توقفتها تقول لي ما تصير انك رفض الزواج ديالك الساعة ويدخل جدها باركة عالا شيء حاجة شخصية تخصها هي وياك ترفض كل شيء ونتعرفت الشيء رجح كي يشوف عينها مباشرة يدين كان يسر ما يعرفون تشيء واحد هلاش رفض الزواج ديالك سعى وجهه والأحمر حسنا عينات لونه وعرفات من جدها كيف توقف الغضب ديالك قدام شخصية كعالا وهذا الشيء مشي شغلك ديالك سعب داك يقرب منه والغضب ديالك كيف ينكسر كيف شكت جرئي انا ولد خالتك وانا المسؤول عليكم وياك تقعتهم انا ممسؤولة من ساحل وباركة عالا لاني ما سنسمحش لك بكسر من هات الشيء ما غاديش وقفني طريقتك اسمسيني هارفة اني ماشي من الاخدام اللي عندك ودروري انك تفهمي ان نزواجنا امر واقع لانما كان جدام غادي يكون من للقدام وما غا نتراجعش في القرار ديالي سهي بقى توقف قدام وما تراجعتش اذا نطبق القرار ديالك على نفسك لانه ما غايت سراشانيا الزواجي شي حاجة لي كاتخصني كاتخصني بوحدي انت اخر واحد نقدر نفكر به يلا بغا يجاب سكي اسمعوا الباب التق علت الخادم على ان العشاء موجود تشاف صمت والغريب والوجه على الاحمر ما ترتدش لي وجدها كل مرة كاتشوفي ويقول العالم كين الحفل ديال دالية المارين ونغضى ووصل لي وحد داوة واشتقبل ترفقني الحفل تلقى تلك الشوكة التي كانت في الداو وزات وجهك تشوف انا مكن رفق حتى علاء ديالك ساعة ويبدأ كينفخ ما غاديش مشي وحدك سأكيد غير سيارسلك الداوة سيجعل لكي ناس من العالي لما تشغل راس كبير عموما مسمحوني ايانا ضروري يخصني الناس اللي أمني عندما يخدم مصباح بكري ديك سعب تحركات جيج تهابس على خطر وخرجات تحركات البيتها كررها الطريقة العلاقية فش كيف يفرض نفسه بهذه الطريقة على قبل الأرض والفلوس ويعرف هذا شي مزيان وحصب الإلحاح ديال اللي ما كيتسال رغم انه مبزوش كيدر كل مشاعر شقم الأسرة وزواج من المرأة رفتت العائلة وطيحوا عني الألقاب وليس يرجع تصرح معهم من بعد وسترجع الأملاك وليس يلقب لا استقبل هذا الرجل بكل أدب ويقبل عيد ويقول بإعجاب عينيك كتسخد عقلي كتسفتني تسميت لي بصحف وكلامك حتى هو كيف يفتن دريد على دراع وقعدها كوسط الحضور عرف فأني معجب بالطيبة المتمردة على التقاليد ويتها الزراسة عرف هذا يضحك هذا الجسم العريض يحسز حتى وقف قاعدة الرقص ويقول لا تعلمت تمرض منك قررت نخرج على التقاليد لائلة ويجهز مفاجأ كل شيء ليلة لا تبدل لما يحضر رقيقة وكانت كيف مديمة يقل جدها تولدت بشكل الليدي بقوة شخصيتها والكلمات القوية ويتجاب ويسار ماذا هي شرب سبعو ويقول لا تسني ويسار فيه اخذ من واحد من الخدم وفي الساعة وقفت الموسيقى بعد ما تقالي بالخسم له الذي كانت تعزف في شهي الموسيقى الفرنسي كلاود دي بوسي قبل الموسيقى الحديثة كل شيء يوقف على الرقص تلفص لدانيال التي تسم بدك الوجه الصمين الفم الواتر قبل العشاء كانت مفاجأة وقلت ان يخرج على التقالي المعروفة لا تحكو ويا دليلة مع نغامات فنان عالمي يصبح الإعجاب الجميع وانا منهم الفنان رائد ياسين كل يصفق الاسم رائد الذي قبل داول كالبلاد الشهيرة وذلك القصر الفاخر فوق أضواء وقد خافتها قد سلطت وحد المصابح بنفسها يجب أن يكون في رقم القاعة يوجد رجل يرفع تقديل على كرسي ومسند الغطرة عليها يجب أن يحذف بإنساب الثيابية للألحان التي يحفظون ومطلقات أغنية إنجليز زيارة يأخذ العقل للحاضرين يصفق بمجرد مثاله ودع الأنوار يجب أن يحذف الألحان الأغانية العربية وفرنسية التي تزاد يجب أن يتلقصها على الأنغام الغناء الغناء وقرب مارك علاء لها وقصب فهي بتبات ثم يعلن الإعجاب لهم هذا الفندان ناجح قبل أن يترك الحياة وطريقة وكان دانيل يقول من وراء ودابا لدي نور أنا سأل أن يصبرون الليدي لأنها تمتز بكل مقويمات ها والجمال والفتنة نور الفنار رائع عائد وهذا علاء ولد خالتها ومارك حفيدي العيون رمانية أرجحات من كل شيء وكيحيم تستقررت على عيونها وإذا كان تبتسام مرقي قبل أن تهضر أو لا تبدأ أي انطبع وخلوه وجه خالي من أي تعبير جلات نظرات واهية في عينها وكيجوب كلمات برجال وفجأة وجه لنظرات ويقول لها اسم ما رأيدي الليدي خدسوا عيون الخضرة وذكرت وبدأ كلي عارف من قبل رغم أنه ما كيشوف هش ولكن كل ما شفش عين خضرة يقلب على فيهم ويدقل إياه ما يخسلف على آخرين أو صدرائد قاك يجو في عين ها ولكن على ويتكلم كيف ساعدتي البصر دير كان كيهضر بطريقة مختلفة بدلات الأيام والسنين والسقلات الشخصية وبدلات الرجل آخر لعبات به الحياة والعمل والفن فقط ثلاث سنين تقريبا وجريت جراح في أمريكا ورجعت هنا كتشوف بقوة خلاسة كتحس بلادي البلازة أم تخانقة تخنقات فهلو لأنها ماشي منعاتها أكيد كانت غطرة بلاهتمام أي واحد ولكن لقد إعلان لاشا أخذ دانيا لديها وتمغذي بها متحرك لغرفة الطعام وقل صح دانيا لاشا للشرف يدي نور وضحك كل شيء تلتفسل عندها الرجل لحدها كان فقد مراته وابنته في نهر واحد في حد الحافظ ونجا مارك حفيظ لأنه كان معه في الأرض وعيش حياس الحفيظ وسكناته الأحزان وكان صاحب جدادك شالة شديزة لها كمال لاشا سلات الحديقة للأضوء دي لقنفها بهتين داك الوقت كيتميلوا الأوراق دي الأخصر مع دي كالريحة ضعيفة الباردة ومتاشرة ريحة الظهور كتعبق الأجواء شيني من حدك الوضوء والسكينة اللي رجعت لها استقرارها غمضات عينهوية كتتسنشق الهواء ولكن تفزعت لي سمعت الصوت مكانش بغا تسمعه داك القوام داك الطول الشاهق ولكن تلاب كان خفالة لم يحدي الوجهه شعن استيجارة داك التلاب بعدات وجاء علي ولكن ينفخ الدخان وبعد وشو البرد ما يناسب شد الجمال الليدي حسدت بي كيف يرجعك على كسفة تلافتك تشوفه قريب منه يتقله لا ما كيلاش شكرا حاولت أنها تتكلم ويقول حسد بي حسد دخلي اسمه غيمة الجو ويتقل في لحظة صدرها بدأ يرسفها بأنفاس متقلبة ويحسس بي حد دفء غريب في الجسم رغم أنها لم يحسق في الملبرد نور اسمه عربي أو إنجليزي أنا وحده في يونسي هززت وجهه بطريقة آلية ما جاوباته تحسس وكيد تصنى الجواب دي لو يتجاوب بنفس اللغة دي ومع بالإنجليز ويتقله ويقدر يكون أمريكي أو فرنسي سوف يرى في اللحظة يجب أن يقوم بسرول ويقول صحيح ليس لدي فعلا كل شيء لدي أصدر ممكن يأتي مع الموضيف ويصل إلى رقصة يتسماع يأتي المرخم يأتي يأتي يدخل ويقوم يتلقي دخان لا لا غيه ما كيعجبنيش لها ضرب الساف كلامها مختصر بقاكي شوف بعينها لي ولو بحل السواد في الدرام كايباليا انك عمرك ما سماتي الالحمديري مقبل حسدت واحد الناس مبارضة طيرة تخطي المشارة رجعتها مرودنا ويتقل له ما كيعجبونيش الاغاني ما عنديش الوقت ان يسمعوا خسنين دخل حسدت واحد لمسة من يدول دراما ووقفاتها بعد الدراما تقعدت في القلل الوقفة ديالها توقفت قدامه كايبالا بحلش يعملها قداما وتصربتك لعدر ثقيل الجيب ديال الانفية خلاكتها الزراسة فيه واجهات نظرات دياله اللي مباعدة جاليها بكيشوفها من الفوق الزهد سعرف اني غنطلق لكش نهار ولو بعد الف عام ولا جسم دياله كاييرجف ماشي من البرد من اللقاء دياله عرفها جوديك سعبين اللي عرفها وجهة اللي كان بيض والحمر عينها ما زال مصمرين الى ايني حسدت واحد من اسمه بانر لطيرة الخاصلة ديالها كون تحركت على عينها وازدتها كبعدة امري ما تخيلت غتقولي بادل جامع تراجعت من ضدك الجاكت على ودفعته وتحركت كجريل داخل كتحاول تسترجع القوة دياله اللي عمرت خلت علىها من سنين طويلة فردعت على احداث وخلتها كتولي السيدة الواثقة كمهي علي اعتدرت من دانيال وتحركت خارج السيارة دياله كتسن السائق اللي يحلها الباب وركبات وركب السائق ونطلق بالسيارة وصل ما معلو الحجري ديال القصر كتقلب بعينها خارج النافذة وتفكرات كلامه والقرب دياله منها عمر شراج المتجر وقرب منها بذلك الشكل عمر مسبحات لشي واحد يديرها وما غادش تسمح حسدت بالسيارة كتتحرك بطريقة غير طبيعية ثولات السائق اللي يمال بالسيارة لجن الطريق ويقول لها بين ان شي حاجة كين اللور في الايطار السيارة زل باش يشوف حل الباب غدي انتصل بالقصر كين شي مشكل في الايطار خصوم يرسلنا سيارة اخرى هزت براسة صرعان ما بنو حدو ديالسيارة كتقرب وقفات موراهم ما تسناش ولكن تسح الباب وتشوفه قداما سمحين يا ليدي نصلك تراجعت وحسست بالغضاء لا ما محتاجاش لك غدي سيارة اخرى داما ولكن السائق ويقرب منها للاسف الليدي السائق الاخر مع جدك في المدينة وما زل ما ارجعش شاش شاي بغضب وشايله حين يا عب الغيد وديك ساعات لوونه بدك البونية من الغضب خرجت التليفون ديالك تحاول تصل بعالع ستصل بعالع التليفون دياله كان مسدود اكيد ضرورة سيكون ما زاله في القصر وغلق ذك التليفون دياله باش يدو السهرة دياله كيف ما باغي ويعقد هو دراعه قدامه الليل ما يكونش مزيان الى انيسة بحالك اسمحي دياله لطرات ديال السائق الاتراجع على الرابط دياله خاصة وانا رائد فنان معروف واكيد كل شيء يعرفه الا هي اللي ما بغش عارفه تحركت كان وحد الفرو دياله لكتفا قداته ورفضت يدو الليه اللي اعطاها لها ويا كانت تحرك لسيارة دياله الحديثة وتبعوا بوضو حلال باب وقلسات قدت سيارة هكا بشوية والالغام ديال الالحان دياله مسمعت كي يمنح داك الليل واحد اللي جعه رائح كانت عارفة بزيان ذاك اللحن سكيت سمعه كي ينطق ممكن وقفوا هاد الشي اللي بيناتنا العناد وما جاوباته وشوية يقول له نور عارفة ان اللي قدرتوش حاله دي كان غلط ولكن ديكساكت فقد الوعي ومعارفش إلا مورا بعداته جاء على السرجم غش تجاوبه ما تنكرش نندكش لكي يقوله بالصح وحساسه بلا تجاوز الحدن تيله معه حاولت جاوب صعوبة ما عرفتك شعلي شكا تهضر ويوقف ديكسا ساعة صيرة على الطريق حسا ترجعت المقعد دياله بعنف تحت خسلها كم تشارع لجبينها ويتشوف فيه بغضب عينيه كانوا كيبن فيهم ساعة الغضب كتبون المدة سبع سنين سبع سنين دازت وعمرون ساعة ولا لحظة واحدة غيرت حياته كلها خلاته انسان اخر كره نفسه واستهتروا لمبالاته وقلب عليه بزاف ولكن دون جدوى ضربتك المقواد على الدوب لا تدريه مرة اخرى بزوجبينة عارف الحقيقة انتي البنت اللي طلقتني في دبي هذه سبع سنين عمري ما انتيت لا صوتك ولا لحضور ديالك لا تنسيش ان البصيرة دياله كتكمل في السمع دياله وصوتك ميمكش ينساه حلات الباب ونزلات تضربت العلوجة واحدة ريح باردة تتتحرك لا توقف تكيلحقه وجره من درها وقفها تقدت في اللقبة دياله ويقول له لا تنسيش مرة اخرى الليدي نور بشي جبانه نفضت دره لا تنسيش وطالما كتناديني لدي قتعرف مزيان كيف شكت عامل الليدي وحيدك الهامجي ديالك هذي بيد عليها وقصن قدر ان ينهضر معاك تحركت بشتباد ولكن هكا حبث لها الطريق تتعلمت يا نور تتعلمت بسببك لا تحركتش ووهزات فوجهات لكي تصل القعمة دياله تكتشف قدامها تقول له بحالة مرادية على نفسها ماذا تريد مني دابة؟ بدأت تلك النبرة دياله كاتلين مقدر شي قام ذاك شركة حسبيه جيتها ظن نهار انه نهار من غير تلقاها غير يكون نعم ذاك النار في قلبه تتأجج وذاك يروح الانتقام ولكن غير يسماسه وشافعينها كورشيدة كشي تطفى شهلات واحد من اخرى معرف شنه هي وكي اسمع كلامه انتي انتي ما لا مجال انكار وجهها تشوف في بلا تعابير تدربات مزيان انها تخفي المشاعر دياله شنه الفرق؟ كان مركز تشوفها فيها عيونها كيبانوا فاتيني جمال دياله باري ضعف ديال البلورة دياله دياله كان كيضوء بحل نور ديال الشمس كيشوف فيها حاجة بحاجة بحاجة جوابيني انتي اللي بنت اللي صدرتني ووقفتني سكتش بيها كاكا يتسنى انها تجوابه بغي يسمع ديال الاعتراف من عندها حسب العيات الريق دياله ويد جوابه ما كان شخصين نخرج معك هزره صوه كاكاين فخ يا الله شحل تسنيس هدل لحظة سنين ويتقاد في الوقفة دياله ما كانش ضروري تكسار بي بلا ما زعس بي بعدها من قدمه يكتش فكرة ديال الايام ويتقل له بحسب ما درته كانت عارفة انك ترجع ما اخر؟ ضروري كان خصني رجع هنا جدي كان يحتاضر وانا الوريثة دياله الوحيدة رجع ويوقف قدامه الوريثة ديال من الزطرة بطريقة المعساعدة ويتقل له الماركيز دان ماريو انا الحفيدة دياله ديك صعب دك يشوف وجهه نمشى البارق ديرو ديك اللحظة بقاسك تشحل عدوي صوله ديش ماشي عربية بابا عربي ماما انجليزية الماركيز دان باباها دكي يدراسه دكي الماء الضوص جنيف العاصفه قريبه البلدات كافية دي البرق دقيب ضرر دي البرق يضرب قاعد بها كاكي يسوق ويسوقه من الأفضل انك اكثرها شوية لان بعد المرأة شكت صدر قاعد بالطريق بعد شهر بعد وجهه تشوفتني في السرجم سؤال ما اعرف من المغزه من المغزى لماذا تحولي كل نقاش لطريقة آلية خالية من الحياة بدأت تزيد ما تكسر وكسر و تقول له لا ولكن تعلمت أن كل الكلمة هذا معنى وعلى أساس هذا المعنى كان يجاوب ماذا يزير بيده على الفون وصلنا إلى الدراع والاسترجم ماذا كل علمك هذا الشيء؟ جاوبت بكل بساطة جدي أكثر وحد علمني ولم يمكنك تخيل الوقت الذي يحشه أنا كانت لغي المعلمي يجب أن ترى مواجهاته وماذا تقلل من السرعة المنحنة الجاية وهو الممار دي القصر وبالفعل تطلع في هذا الممار و ترى مزيلا أنك رجعتك ترى الزراس وهكا أكيد ولكن شئ مرات تظن أن الضلاب كان مانع ليه بزاف كانت تقلم لشوفة دياله بدأت هذه الزراسة ما جاوباته وشبادت 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 وكيف نرده ديال القصر كيف تتعلم سي العربية؟ تتعلم سيها في بلد الباباك لا زرتها مرة واحدة غير وقت للقنازة ديالبابا ورجعت لغدته المانية الأساسي ويسولة ودبي لذلك تفكر اه وصلت للبوابة الكبيرة خرج الحارس حلت السرجة مشافة ودخلت بالسيارة توقف قدام القصر ويتشوفه لا يمكن ان تركك ترجع لان هذا الطريق ستحبس وقفت تسمع التليفون وقفت ترقم جدا فأنا بدأت السعادة ومائمة ترتسل حبيبة وisasل وبعد قصر لا قدهمت وقفت ترقم جدا وقفت التجاه وحسنت حتى ترقم جدا اخسرتها مائمة وتلبس منه ومنه انت الله كنت تتشوف اجدك وتتشوف اذا كانت تتضل لا تسيق أنها تعمل بهذه الطريقة خرجت الخادمة تحميه من تكشتر واتبعا هو خلت الفروه للخادمة واتبعت جهة القرفة التي تستقبال ويتأمل دقل قصر تدخل الداخل في نقاس جداها بس هكا على خطة ويتقل لها الفنانة رأي ديها سينة جدا لقيته في الحفل اليوم هذه بميمة كانت المرأة كتبين جميلة وفاتنة وعرفت من جابت يدك الجمال ديها نور العيونها الفاتنة نور العيونها الفاتنة ويقول لها سيد أني سأطلقك لدي جاسمين وقلسة 1 جدا دانيال سول عليك وقصر سوف تدخل المزرعة في العطلة الجاية وقصر لا تدخل جداها لماذا لا تدخل؟ سيراء ساكن هنا تراجع في الكرسي وتحركات تدخل الجرس وإجابة لا غير المدير الأعمال لديه جراحة مهمة ونمحة سابعة ودخلت الخادمة تلقى قهوة وقصر قاعد كنا تلقى ودخلت الخادمة ودخلت تلقى تلقى تشعر تغييرها و كانت غفض الطاهرة لكن لا تشك في صديقه دانيل تعقد معي الزلاق بالجراحة و افق عز لأننا كينين هنا بالفعل و لكن دباره كين في المشفى كما اخبرتكم دخلت هذه البنت و اضع صنيات الفضة كبيرة على 1 فنجر القهوة بسكوية و جوش كتاب العاصر خرجتها لتقدمت لي القهوة بنفسها و هل تزوجه كي يواجه وجهها قد تتعلمت عليها نظرة بها لم تقبل ان ينتظر في قدامه لان لم تكن أصلا بقيت بإذن الناس بعد ذلك شكرها بأدب و ما زال عيني يفتون بالجمال اتراجعت قصت على الكرسي قريب الجدات و يتقل و لكن اتبع عائلة كدابا شفع عيني و يقول لا لا لدي عائلة لدي الولد يتوفى و أنا لدي 6 سنين و الولدة زوجات و سلت نعمتي و لكن تزوجت و أنا تمردت على حياتي و اختاري سحية اخرى لا تبدلوا ملامة و جده و ما زال كتسهوله لديك شمراء و ولدات تفاديك سجرة و يأخذ القهوة لا لا تزوج الفن حياتي و هذا الجده و ساعة نور شفت تلفون باسمه و جواباته سولة لأنه شفت سيارة في الطريق و يتقل بلاداجة تاسلا سبيع و كان التلفون مستود و سوف اوصلها الاصدراء للقصر كمالت المحادثة و نضعت موقف معه و يتقل لها لا تعتبر شراسك ضيف و إذا كان المركز كحي كان أكيد سوف يفرح و سوف يقنطر الثانية مع نور سوف أرسح و يقول لها واجب شكرا للكرم الضيافة بس نور جداسه و سنتمشه تحركات مقدمة و يتلفث عنده إذا أريد أن نورك البيت شعل التجارة ثانية و أرجعك في الدخان كالناس يبكري تحركات مبعدة من شفاة دياله و يتقول له ماشي دائما حسب لي بغتي ترسح حق بها و يقف مورا نور تلفثت تلقاها قريب منها و ديك النبرة دياله كانت غريبة عينيه فيها شحان و الكلمة و كلمة أرجع دي جسم دياله كي يرشف و قريب منها كتشوفه كيفاش كي يشوف فيها كي يصبر الأغوار ديالها عدو يقول لها كان قصد وش في حياتك شي راجل خطيب زوج حبيب ضغي وجهة تبدل صدرها بدا كيتلا و كي يحبط الأنفس ديالها متسار على التدخل اللي كان وقح منه نزطرها ساكت شوفه كل قوة كيفاش كتتجرأ تحركات باش بعدها و يلحقات ثانية و يقف قدامها انت ما كتتسمعش الكلام ياك و كتتخلفش حواج لي ما كيخصوكش كيفاش مصير تعمليني بهذه الطريقة مجرد سؤال نور ماشي كنتخلفش حاجة لي ما كتخصنيش و يتقلم كل قوة و كيفاش هذا الشي بقى هاي دقوة ما فهمش سبب الغضاو ديالها من كلامه ماش نقدر نطلب بيتك الزواج حساس بالدم كي تدفع لراسها ديكسع ولا تكترجف قلبها كي يضق كترى عاد من المواجهة ها ديال هاد الشي عينيهو مقدرش يفارقو بحاج و حد المون تاعد الساعدة ديال رباطة يلجأ و لكن سمعت و تكسع كي يقول لي بغي نزوج بكامور تراجعها تخد واخره باش تبعد عليك سر حساس براسه من اللي تخلو حد المنطقة محضورة في حياته تراجعها بديالك ما عنده شي بلاسه هنا قصدرها عنده يمكنني عندك البيض كتابه او لا نخليك الخادمة و ديكسعه سر وقت ما بغيسي تصلي بالجزب دياله مرات دياله احسش حاجه غريبة ما يمكنش لبنت انها ترفض الزواج بها الطريقة ديكسع بذكي يصدرك نفسه لا انا غديمشي بغديش نبقى تحرك غديم خارج و يتقله بنفس القوة ما يقدرش نخليك تخرج و لكن تسيقني ترى قدامه لا تخليك انها ترجع ترى الصباح و تحرك احسن لا تقدي نفسك تلفي تلعديك سعاء يحسبوا البروض التي تتعمل به ما يكون يحسب لك رأسك لكي تعمل معي بطريقة شي ماشي ماليكة و انا من العوام عندك انا رائد ياسين اانور الفنان العالمي او من الفلوس الذي يشري قاعدك ماشي الرغبة التي تزوج منك تقلل مني ولا تضع من الشأن انا ديالما مبغي الا اني تحرك من هنا و عندما تحرك جهة الباب حلو يواجه الامطار و الريحة كمنعات و حتى انه يتباللوا السيارة و مع ذلك تحرك تحت تلك الشتاء في السيارة يلا يريد تحرك به ولكن مكان يبالله لقدامه من كثرة الشمكة تضح يسمع شخص يطق على الزاج حتى يباللوا حضر راجل تحت المضلة سيدية عفاك لا تقدر تذهب طريقة مسدودة تماما نتيجة الامطار و ما زال الاخبار تدير تحذيرات من العصيفة و مفضلك حبس قد تحركت هي الزاج العالي كتشوفه وركب السيارة دياله اللي غايت تحرك ولكن كتشوف رامون قدام عندهم لحظات تتحركات دارت للباب في نقفات قدامه كتشوفه موردك الشتاء والسرجم و الغضب كيبان فعيني صرعان منزل وتحرك راجع داخل ثاني للدار قد بعدها تخلط له طريقه كتشوفه كيف حش كيشتمه كيعير بالعربة دياله حواجه فازكين كينفد شعره من الماء بقسية ساكسة قبل ما تقول له بل احسن بدلهم و مغاي سيفتلك شي واحد يعتك حماش تفضل بيتك كتشوفه ممتيق شدك الورود اللي كتسعمل بيه بحالشي جاباد ما كانش هذي البنت اللي عارفها هذي اسمها سنين كان يحس بها بلا مقتالفة كان فيه وحد الحارة ماشي بحالة دياله قدامه باردة شنو مقع لي هذك و الله سبحالهك قرب منها رائد اي بالله صدابة نحسن من الوجود ماك لأنسة ولوجه حمر بالكلمات دياله حساسة بالإهانة ولكن ما تعطيش دي كل لده دياله انتصار و يكا تتحرك و يتقل له تفضل من هنا تبع الفوق بصمت حسب الغضب حلت كاع الأبواب و يتقل له يمكن تطلب رقم واحد للخدم ليلة سعيدة وبساعدات باش تطرق مرض ديال الممر اللي كان طويل دخلوها لداخلها لدخدك الباب شي اللي خلها كترجف و يكا تدخل لبيتها سنتات الباب و تحركات الوسط و يكا تحاول توقف دقعة قلبها قمضات عينها زيرت عليهم كتحاول تنفس بعوق تتكا تحل ديك الفيلة تلف شعره و خلاته كايبط من سادل كتفرك رأس الأعلى و عسا يمشي دك تطعلي حساته شو اللي وقع جديد اللي طالما عاش بيه وبأي ألم دون ما تتألم لعلمها جدا ان الألم للضعفاء هي ما خستش تكون ضعيفة خست تكون قوية و القدوة ديالة تتكمل في القدرة ديالة لأنها تحمل الصحاب و تحل الأزامات و ما تستسلمش لأي ألم أو هزيمة خست تكون ناجحة النجح هو اللي مسموح لها بيه الرجال يصدبوا الضعف والإنهيار والعار تحركت و قلست على أول كورسي تسترجع الماضي رغم أن هذا شيء يحصل و مسموح في القانون لجدها قمضات عينه و صندات راسة بلا ما توقفتك الصباح سمعت الباب كانت تقديل بيتها كانت تلبست حواجة ديك السعب لها الخاتمة تدخل تحركت بلا ما تقلتك لما تجريل بيتها و تقول لها ماريا تدخلت لها و تنفيس بصعوبة لذلك الساعة كانت تجريل لها خرجت واحدة و قربت منها قد هذا مهم أحفاك تحاول تستنشق الهواء بصعوبة لذلك الوقت تبطي و تصل للطبيب كان برد الصباح لها الساعة و الإشراقات لها بحل العاطفة لها أزمة صعبة و تستطيع الجراحة عما قريب سوف أتتخل لكي أتخل لكي أخير و تحفين تحفين من أدخل لا يمكنك لها لها لذلك الساعة من الطبيب لذلك تحاول أن يضع فحوصات و يستطيع يتكلم قرار نهائي قلبين لغيس الله ممريضة ما كين لاش تمر بأي ضغوط نفسي وأي شيء أخبار تخلي الحالة ديالك تسوق أكثر الزات الوراسة وتبعث هو خارج قفت شوية قد تنفرجتها ويكتشوف الأنفاس ديالك تسعالة ما بغاش تفكر أنها ممكن تفقدها أدي المرأة اللي رعاها عاسمني كانت صغيرة لما رغتي تخليها كيف شوية اللي كانت تكتوون على الصعوبات ديالحياة كانت بالنسبة لأم الأخرة الخالة العم كل الملعفات في حياتها وقفت أفكارها وأحزانها لأنها مخصر تسمح للخوف أن يشتاحها دارت خارجها غير زلاتها وشاف سواقف قدام تسرجم كيشرب شي حاجة كيبلغ أكثر واسامة بعد ديالنهار صباح الخير أستاذ رائي تلفز عندها بغروض المظهر الرائح لابسوا حد السروا الأسود القطيفة كيحددت القاوم ديالها كي تتوسع عند الرقبة وحد البلوزة حمراء هذه مزيرة عليها ربطها في الخسر وشعرك العدهة الزهل فوق مثلها في وجهته مصحوق من المساحق جميل كتمن بحل شحورية خارجة من الماء كيشرب مرة أخرى كي يحاول يستعيد نفسه بعيدة تأتي رجالها كان مدقي يتدر من الغضب ديال البارح صباح النور ليدي عرفت على جدك كيف قلت كلمات الليديك تجعلها تعرف ان شي حاجة تغيرات بناتهم ولكي المبين لا تهتمة وحسنية ما تديروش وقفات قدام وحافظة لديك المسافة بناتهم ونطقات باخر داما شكر الاهتمام بديالك فترتي وضع كيشوف الساعد يريده و لا ضروري يخصني نتحرك اعز غدي يجري الجراحة مالي شوية وضروري يخصني كون معها وغيتغين تطمن على الليدي عند نتحرك تحركتها وقف قدامها الزطراتك اتواجه وتتقله شكرا على كل شي أكيد ستطمن على الساعدة سمحيني مديدوها كبشي حيها حتى تشوفك يقربها من فمها كب كل هودو وتحرك الخارج بقيت متبهها بالنظراتها وحسن متصرم ويتحرك بالسيارات ما عرفتش هالش قلبها كيدق للذهاب ديره لكن بتأكيد هي مرتاحة لأنه كل مكان قريب كيشكل خطر كبير عليها وهو تحرك ومشى وتسالها ومغطعوش تراجع تفكر به دخلت المكتب اللي كان دير جدتها ودب أقول لديها لها وتبعها موريس والني مسؤولة لكل شي دات الأفكار ديرها ودو كي يخدموا بخصوص الأرض لمصنع الشركات ديرها لها بلما تذهب لأنها لا تتحرك وفي هذه الجلسة عرفت من موريس أنه عالاء كي يحاول يأخذ أي حاجة بأي طريقة قانونية ولا غير قانونية بغي يساعد نصيب دي الماما جاكلين باش يقدر يتحكم فيه وكذلك لأنه أصلا كين الوصية القانونية اللي مسجله بشهدة ديالشهود يعني ما عنده حقفتشي حاجة عنده حقفتشي حاجة عنده حقفتشي للمس المحاليا وعادرها كين المحامي يمكن لها في كل شي ديك ساعة المحامي وأكد لها هذا شي كله صحيح لدي ولكن بوجود رجل معك الوضع سيكون أفضل ومنسوش اللي كي يديرو عالا وشنو دار العاملي فات بليقصاح من المصنع وبغي يحطم كل شي وعاد بغي يقصاح من القصر هنا ويستول عليه ومجرد سيطرة ديال الأمور كي يدعي أنه ما كانش فيه عادي ياله بعدها تشفي يوم عرفتش وعرفتش هالش ديك اللوقيتها فكرت فرائد جاف مخيلتها في ديك اللحظة وكي يطلبها للزواج بعدها تبصعب على الدين دياله ويتقول له ما نسيتش موريس ولكن ما نعطيش فرصة أخرى وانتا قلتي أنا كان وقفه ويليدي ولكن هو الآن كي يتبع مسير أخرى بغي يلعب لعبة جديدة ويقول أنكم على علاقة كان قصد ويتلفس عنده شنو كان تقضي موريس لك ساعة وجوه ولا شاي حبسكت شوية ويقول له أنه أنه كيرفض الزواج منك لأنك كنقصد مقدرش يكمل فهما تقريبا شنو قال الكلب الجابان قداش بالزعف تاكي تصل به دانيال اللي قلى بالله رحزيزها لي بالزعف لأنه حفيد صاحبه كي عصب رحزي حفيدته قلى بالله خايفة نعم لعلا لأنه كيدر مخططاش باش يستول على كل شي وقلى بالله ضرور يخص تتوخل حذر منه وعد قلى كدر الكلام اللي قال وليها ديك ساعة موريس قلى بالله على كي يضرع للعذرية دياله على الشرف ديالها وديش حاجة اللي ما غديش يتقبلها وضروري خصط القلاحل ديك الساعة حصط بالغاطة بشعر في الأوصل دياله كلها كل ضرر من عقلك كي تحسبك تتحرك ومع ذلك يبنشكلها بارد ماشي بحل بوركان اللي مشتعل في الداخل دياله وياكي تجابه وفي رأيك شنو هو الحل أنا ما غنزوش به ويقول لها دانيال بجدية وأنا أصلا ما غنشجعك على أنك تزوجي به كناك نعرفه على الوسخ دياله والقدرات دياله ولكن على الأقل ما ترفضيش الخطاب ديالك أكيد منه مشي واحد اللي صالح انه يحميك منه ومنكلامه على ديك الإشاعات اللي كي يقول عليك ما جاوب جاوب عادش وجوش به قطعوه الكلام وقاتساك سوياك تفكر فعالة بغدب مكرهاش ديك ساعد تطير وراسه من بلاسته وطلحوا الكلام ينهشوه وتعفن بلون رحمة ولا شافق ديك ساعد رائد كنت معيز اللي بخ كي يهضر معاه وقلو بله طلقها ما تسيق عايز من قلو بله طلقها المنت اللي سباسين وكي يقلب عليها عود له وشنو وقع باختي صار ويصولو ومتصغرب رفضت واشو عندك الصح واشكزا ضرب الصح رفضت زوج بك انت شو كون يهضر ويقول له ما شاء يا بنت عايز اللي دي بكل المكاسح من للك دي من معنى ولكن كتدرق مورا القوة دي لأسرار كثيرة ما كيش لك يعرف من غيرها وعود له كل شي بتتفاصيل وهي كي يصغرب هذة البنت هذي أما هي موريس ورجعت لجدها كانت حسن الممارضة التي تقابلها ولكن عقلها كانت نهار كامل مشغول بحالة وذلك اللي يديره عارفة ان الحرب اللي يمارس على أهلها يضغط عليها وعارفة من الحرب منصغوية لم يكسمر شد نوع ذا من الحرب ولكن ده بخصى ضروري تدر شي حاجة باش تواجه في العشية كانت تجهد اعتصال من الامير جوان بحالك يحس بذك الشيء اللي تتعاني كان بالنسبة هو ذك الأخ والصديق الوحيد لو لا اختلاف الأديان ضروري كانت يتزوج بها بالغصب لأنه كانت يعشقها صار حبل مشاعر وشحل مرة ولكن في النهاية ولد صداقية العنوان العلاقته جواباته ديك الساعة اهلان سمو الامير ويضحك كان بخير وش تقبل الدعوة لعنشاد الليلة سيكون ناس بزرف ومحتاج رفيقها ديك الساعة بدأت كافك القناة تجاوب جدا مريض عليها مرقد نخليها ديك الساعة حولت الأجاة للجندية رسل لك الطبيب دابا لا لا شاف هالطبيب وقلي بلا ضروري من الجراحة وش نقدر نشوف لا لا سموك معا ممرضة لا توقف الأعمال إذن ستقبل الدعوة لك سيارة مع السبع نور لا ترفض لك أول واحد تسمح لي أني يختار قحياتها كل شي عارف كيف نشأت جدا العلمات معنى أنها تحفظ على التقاليل القديمة خبرات سبيلة العذرية لخصة تكون لزوج لها فقط ويعمر لا تتمث التقاليل كما علمات تكون إمرأة جد وتكية التي عشتها قبلها خاصة بعد توفع اللي يخصوها صحنا التلف مرة أخرى بإسم موريس رجعت الخدمة بالشهر من الماضي لك صاف ولمع بلا حياتها وصلت بالسيارة الفندق شهير في المدينة كان في الشخصيات المعروفة الفنانين رجال أعمال أصحب الألقاب حلها واحد من ذوك جلبا ستجد الأمير جاي جيس قبل إنته بطريق رفيعة وبتسم لها وكيف يبن البشرة لبيضاء شعر البني الناعم ودفع لأحد جهام الرأس وكيف يبن واسيم جدا بلذاته الرسمية بعد هذو الكانيمات الغازل وهي تجاوب ها كوي كات بتسم تحكوها تحركوها لداخل وسلح الرس دخلوا القاعة التي كانت مزينة بالأدواء الوروط ونضغ على الحضور كحوائي حي الأمير تعود لأسي لأجواء عادية لأول مرة تخرج معه أخير نصل إلى واحد طبلة كبيرة وقف رجل في 60 من عمره عمره في 50 وحدد من شابة أوائل العشرينات أو أصغر كاتبا قصيرة نحيفة العيون العسلية وشعر أشقر سعيد بالرؤية ونسو مراتك تقريبا تقريبا تربيت أنا ويادي الصديقة الأولى الآن نسا مريا بنسو عاد بساسماتك تحيم وقلسها الخادم بكل أدب قرب المدير الفندوق يحضر المشروبات بحسيران يتبادل الكلام لتعرف وذلك المنت تكذبين الخجل كل مرة ترسم نور بحلقة تخنزر فيها أما نور ترسم بروض وذكا تعش وصل الامتسامات والكلمات الجادة بعد نساق الحلقة الاحتفال والرقص وذلك الأمير يرقص معه بالطبع يقرب ويقول كل شيء يظن أنك في الأخير ستكون مراتي تميل ماذا وياك تبس لا لا صمود يالك كل شيء عارفين أنه هذا ما سيكون وعرف أنه بلسك في قلبي نور مراتك بلسك مراتك لا أعلم ويشوف بلسك ويشوف هذا ما أريد منك علاء لساعة ساعة يلعب مصخة يهدر على شرف ويصف ويجب وعرفت واذا تجعلني لا أرسلت اليوم وقد أرسلت لديه ويبتسم لا لم أعرف كيف أرسل صراحة أعجوبة خليط العقل الرجل وجسد مرأة هذا عقلي رجل كيف حمسة الموسيقى حيا توجه الأمير ثاني يقول مريا رقصة ثانية مريا مريا يطلع المدير المنصة يسمح السمو الأمير بتقديم الفقرة الفنان الرائع ياسين تحية من المنصة وضيوفك ياتي تحية مرحة ونحن تحية وضع وضع تحية مرحة مرحة تحية ونحن تحية وضع 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 ونحن لديه ونحن ونحن باقي في نفس البلاد فنان مشهور يجذب كثيرا ونحن ونحن ترفع صوت الألحان تشاهد بسوحة الشميزة جميلة ونحن ونحن وقف القامة طويلة ونحن 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 وقف مريا ولكن يدرق ونحن Она وب يعرف ويشوف فرق إشارة بعد نحร وقف تحم bom مع مريا وظهر يفعل عيني معne تون وتستخدم الأغنية الثالث وتحتج وماروج كل يثير ويساعد هذه اللحنة هادية وحيد العيون تتقلب بحل الصناوات عمري حيثت بالحرارة في جسمها رموشة بدأت رشفوها تخفي عينها عليها والكمية بدأت فتت سارعات دقات مرد لها الكريمات كانت تعني بالساف وبالساف وتعلقات عينها بعيني بلا ما تحس وكيمتت الجميع بدأت قصودي للرومانسي تكملت الألحان شعلوا الأنوار بدأت فتصفيقات الحادة أما هي ندكسة عمشة تكجل غرفة تعديل الملابس تخلت وصدت عليها كتحاول تنظم أنفاتها بقيتم تسند أشحال على الباب الحادة ويمضم غمضة عينه وكتفكر كلامه أشبعت نفسي من الانتظار وقتلت بصوتك الظلام بكل ليلة كان يطيل الانتظار لسمع صوت يسكن بقلب دون اختيار لست في صعوبة حتى تبيل الكثوري لبسا كتخنقها تزيرت عليها تكرهت حركات توقفات قدام الملايا كتشوف عينها اللي كانت في خضرها لونها مغلوق تساقنات شون كيف يبقى العذابها وعلاش؟ وش نبغي منها هذا الرجل بالضب؟ كحس برات زي ما تصلحلت الرجل في حياتها وما بغت الرجل يدخل حياتها وعلاش هوايا؟ ومدت عينها بدت تهدي عنفاسها كتحاول تسكيط قلبها في صدرها عارفة انا ملت هذا القلب هذا مغت من حلته شي واحد ومليا رجعت كانت ستحضرات شجعتها وستحضرات قاعدك شي اللي تعلمت ويكت تتحرك بخطاتها بذلك الطبلة عرفت ان الأمير غاي الصادف رائد وفين عندك شي اللي دار وقفوا الرجال مليا وصلت ويقول جوان نور هذا الفنار رائد قبل الدعوة دي باش يدووز معنا الصحراء قبل الدعوة تحيي وقبل الدعوة وقبل الدعوة كان في المواجهة لحظة مرات أليكساندر وقبل الدعوة تقول اهلا الصادرائد ويقول لها بدك صوت ديره العميق وكل التساؤلات عليها ويقلس ويبتسم له وكان الأمير ديالو كل مرة يقول لها عزيزتي اهلا الليدي أفتح الأمير حيوار جدا مع رائد الذي حديره الفنية ويأم سبعة كلامه ورجعت الموزيقة كتاسف ويميل على جوان طرق سماية ولمعه الفتاة كانت تواجهة أين الأمير للمعوبنا تراث هادية ويتقل بلرتيباك معه من جوان ويبتسم ويقول لها ورائد كيسة بعد ذاك الحيوار وبانوحت الجو ديال ألفة بيناتهم يخمن حلاقته ويجاوب الأمير شفاة ديالو كتعني الكثير مور متعرفة ما عرفه على شو كانت تساكسة بعدها ويتلقى بالشوفان ويقول جوان لادرون بعدها نور ويشوف رائد ويقول لبوضوء بالعكس ديالو كتب اذا اتحركوا ماريا سمحي لي ونقوم بتدريدها ويقول لدي نور سمحي لي هل سعين الخضراء تشوف فيه عمارة مكانت في حياته اضعف بحالة اللحظة ومعرفت شنص بابوية تسمع جميعا يقول ليلا نور ماشي من لايق انك تخليك يتنى هل سعينه يده ونقوم بتدريده تماما شنو كيف يتمثل المرأة بالنسبة لي بحالة رضعت علي الاقدر اخينا ورجعت لي بعد بامتدار ما نسيتش عيني هل واجهة ديالو وما بقلتك كلمة نهائيا على قبلو كترف دعي رجل ونسيت عينها كتشوف فيه شكفون ويقول لها رائد الامير بعد سعينه ويتجابه جوان باخ بالنسبة لي كبر نبزوج جدي صديق ديالبابا ويقول لها رائدة بجدية ولكن الشوفات ديالو ليك ماشي نشوف ديالاخل الخطو يمكن انا ما عنديش قدرة ان يتحكم في النظرات ديالاخرين وعليش كتحاولي تكوني حادة وانتي ماشي هكك ولا بالنسبة لي ارسابكات اللحظوية كتحاول الناس هدن نفسها وما كانش حاجة شخصية بناتنا وست درائد انا موصر على انك اغرق من اللي عارف صحياتي وقد كتك تقلب الشفات ديالا بين عيني وقفات الكلمات على انسانة ما قادرش تنتقام خدعتيني ذاك نهار لي دينور بعد سعيني علي وتقول له لا ما درسهاش كلامك اعطاني اي حاء انك مرة في العشرينات متخيلش ديكساء انك لاذي صغيرة وديك شخصية رائعة كتشوف المعلم يحذير الجدابة ومعرفاتش هلاش خسالب بالنسبة لي على اي رجل اخر شوفت ديالا وكلامه كل حاجة فيه كتجهم خسالفة ما نساجه ذاك الشي اللي وقع بيناسه في ذاك النهار ولكي فشل نهار معجبة به بالفن ديالا وفي ذاك الوقص ولكن من ذاك النهار قررت انها الترضى من عقلها جدي كان كيرفض اني اعترف اني ابن صغيرة وعلمني من الخمس سنين من عمري تصرفك اني مرأة بالغة ذاك الساعة وي نقول له فعلا نجح ارسابك اديك الساعة ويتجاوبه يمكن كيف قال الاستد عيز؟ عرف انها كانت تهرب ويجاوبه في العينيه المركزه ولكن الجيره حره ناجحه علاقتكم قوية؟ تسمع لي هو يقول له من نساج انه ولي انتاشلني من طايع عيز ولي كتشفني ودرجيه على سلم ناجحه الشهره جرى هاكله مناوعا ما ويتسهوله تسيس خير؟ بك يتحركها كون ما ينقصه وفي العشرينات انا وعيت في امريكا تمكت هاجرت هجرة غير شرعية هنا ومن هنا الامريكا وواجهت بثاف وتبديت بالفل الحقيقي بتسمعت مني بتسمع تحسب الدنيا شرقات بوجه مختلفة مختلفة ومشينا دمالات السنين السبع لدووس سوانا تقلب عليك تسعوجها والحمر قبطت عينها في داخل ديالة مكان امرأة تحس المشاعر العادية التي تحسى اي مرأة تشعر شعر بكاوي قرب منها كثير وانتحت لدنها لانتق حينها تلتقى بديك الدفطة اللي قريبة انتقم؟ لا يوجد على فرصة وانتقى البنت قبل ان تضرمي بيوتها طيحتني بلاصتي وانتقف اعوض مرض لها تحسى حتى تحسى مرة اخرى لا أعرف كيف تفكير وموريس وحساس بلا الأفكار يتزحبوا في عقلها بعد عينه و الجسم يبدأ يرجف الموسيقى تسالات وقفوا لقود تحية الفرقة ورجعوا للمائدة وقلسها بكل أداء ويقول الأمير نريد أن نعرضكم كلكم أنكم تدوزوا العطلة في نهاية الأسبوع في الفيلا دياري على الساحل لك أعرف أمير ونتا وصدرائد كيف يفرحني أنك تكون معنا أليكسندر أعرف أنك معنا بتأكيد تكي يشوف فيها مبادة شعين على عيني تشغل الدين ديالة بالأمر الزواج شنو إلا وفقة زينية الأقل خطوبة لعلا وعسا توقف الإشاعات ديالعنا وسبعد عليها ومورها تقدر تتراجع على الخطوبة لأي سباب لأن هي مغادي تشوش هكذا وكل قرار ديال هادي سينين ولكن بغش تكون ديالغشاشة الانتهازية التي تلعب بالرجال لا 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 تفكر هكذا ومغدينها لا يوجد مجال للرجال والزواج في حياتها الحياة التي تضمر أصحابها لا يكون المسار ديالة بحاله تسمع جوان يقول نور ملك ضيقة عيني الرائد من الشروط ديالة وكيتسائل شنو سباب دك الشروط عادية جوب هي إلا كانت مهمة باخير مغادي شرفت جوان عارف أني كان بغي الجزيرة ديالك ولمات البحر ويبتسم لها جوان نتأكد أنها ستكون باخير إذا الطائرة ديالي هادي تقلع في المساء ديال الجمعة تلقوا وسمعوا سمحوا لي أليكساندر سمح لي أني نصل بارية نور وش محتاج الوجود ديالي كل شي يفقف ويأتقله هي لا وصمو ديالك سيارتي كاين على برا ديك ساعة حياهم الأمير وخدمها ماريا وتبعوه وليديها قهوة كي يشوف فيها وش غي يكون عندي الشرف أني نصل لهذه تحركت سواق في حداها كل شي يبقى باشي خرجه ويأتقله هي مبغيتش نعطلك يمكن تبغيت شوف المدير الأعمال ديالك قبل باشي تكسح أخذت تكلفارو ديالها وحد المنطو ديالها عنيق وخرجه كل هوا بارد على برا ورائد مغي يسمحوش بالزيارة قبل ملغطة ما جاوبهاش خدا السوار ديال السيارة ديالو وشار سيال السائق باشي يتحرك فسح لها رائد الباب وركبات ركب حداها وكي يقول له محتاج غي ترشدين للطريق اوكي اخبرتين عنك جيت هنا ويه باشي المرة ولكن سينية طويلة مؤخرا جيت غي تغي دووشي ساعة ديالشي حافل قصير ورجعت وكتعار بالوجود ديالك هنا مكتش غادي نسافر كنت عارفة بلقي نلا بعدها تحتاج خاصة لتعارتها ويتقول له لم تكن تبع الحفلة ديالك مكتش في دبي مكتش فيها مصدوم كنت معصبة مني ويتصدراته كيف تشد الغضب ديالك بعدها توجه علي ويتقول له ما كان تبع الأخبار ديالك وعوني المرضي جدا واني تتشغلت بتشكل فيها جدا لم تكن لدي حتى وقت الغضب حتى وقت حتى النفسي لا يمكن ان ترى وكنت قدم تقريبه تبع حتى يرتفع بالطريق في الجبل تحيط طبيعا كانت صمت مطبق حتى تكون صافية ليلة وفضل ضعيف ومجزة محاطة وقف الطريق ويتشوف وشفت حياة جدا ويتشوف ويتشوف ويتشوفها كل قوة حتى تبدل المعلمي اخوة تقعدها في القنصة اخرج واحد للسجارة تستمسى بالغموض بعدها تبدأ الغضب حيث لا تخصك ارجعني للقصر و بالرغم ان الاصر على مرارا و تكرارا ولكن تقسم مصرة تائية على انه يرجع للقصر لا اعطي نساء اجابة سكساس لا تجابوش محتاجة ان الناس تفكر و الوجود ديالو حدا يوقف عقل هكي يخليه بلا قيمة قلب هلك يخدم هكا لا قلب هلك يحبس حتى سمعت وكينطق شنو رأيك انك تتفكري قبل ما ترفضي ولا تقبلي يتقل له بهوتو هكي تحاول ان يعتبينه علش انا احنا مخسن فين تماما انا ماشي بحالك ومعيشش في البيئة ديالك وما كان عارف عليك والو لا انت لابلاتك وما يمكن لك انك تعرف شكون اعنو وكيف اشكا نعيش انا منقدرش نخلي حياتي هنا بعيد وجوه وعرف ان كلامها يمكن يكون مقول بدك ينفخدك الدقان ديالة تجارة ديالة ونزل من السيارة وقف القدام تسكي عليه ويقول عارف نزلت زيارة على هذا الفارو من البرد وقفت قدامه مقابلة معه واشنو حياتنا مختلفة انا ما بنخليش حياتي هنا وانت باك في كل مدينة كنتمشي لها وانت مغتخليش حياتك على قبلي وانت افتجاهات متناقضة تماما وانت مغتلاقا كانت كاتب اللي فاتينا قدامه ضوء القمر اللي اللي كيبان يحس بوحد الانجي داب جيته رغم كلامها القوي وكيفش انها كتب بغتتردون حياتها نفخدك الدخان بعيدة لها ويقول لا وشنو الى سوحد من من غيتخلها لحياته ولكن نقومها بعدنا سكساتش فيه ويتجابه وكيفش نديرو لها نختاروا بلاصة بنوفيها دارنا ومسكنوا فيها كل واحد يكمل حياته بلا ما يتخلى على ذاك الشري داره بعدها توجه هكا تشوف في الظلام وشكن مننا غيتخلى على حياته انتا غيتخلى على امريكا والحفلة ديالك في كل بلاد ولا انا غيتخلى على جداتي ولا الاملكة ديالي انتا كيشوف فيها ويتقدم شنو بغيت يانون انا ما عنديش اصلا حياة مستقرة انا فائلا كانت لقن من دولة لدولة من حفلة لحفلة ولكن ما كان طالبكش بزاف عارف اني ليدي بحالك ما تقدرش تنقل في نفس طريقتي ولكن انا بغيت كاميراتي ارغمد شي كله بدأت كتشوف فيه اذا فينا والحلة رائد حطيت دواك على خدها تخلىها كتنفض مبعد عليها حس بحالة بدأت كاتلين كتستاجبل ذاك الفكرة يخساري اي بلاسة وهذه نخليها ملكك من غضة غيوافق يا نورة للسواج احساس براستيها من شي غايف عيني ولكن بقاعد شي اللي يدوز عليها عالاء والافعال دياله جدها اللي مغتتحمل شي اخبار خايبة رائد اللي ماشي خايب هالدرجة وتفهم الوضع ديالها نهار تعليم تفاك الخطبة لأسباب مفتعلها وفي النهاية اني نفس اللي كي يجدبها ليه علش متوافقش عليه هو بالتات تقدمونا العشرار ديال الرجال من أصحاب النفوط السلطة والمال ورفضاتهم بلا تفكير علش تبجتها صعيبة انها ترفضوا واقفوا وكتناقش معه وعمرة ما دارتا شي راجل من قبل عمرة ما بينات الضعف ديال وقدمشي واحد خصوصا ما كتسعرفوش من قبل اسئلة كثيرة ملقش لا اجويبة ويمكن الحاجة الوحيدة اللي عارفها وانها خصت توافق على الاقل باش ندفع على اللورد بعدو عليها حساس بيدو علي الدوية بعدها تدنيه نور انا مقيتش رائد اللي كي يغتصب النساء تغيرت بزاف وكده عرفت يدشي مؤخرا انا معرفش الليش خايفة من الموافقة انا ما خايفاش انا عملي مفكرش نهار في الزواج ولا الارتباط ماشي الرجال عندهم ما عندهمش بلاحصة في حياتي حياتي غير للخدمة والمناسبات فقط بعدات ويتبعه وعلا وجوان ومارك شافت فيه وابده كيبان قدامه يمولها قدك الجسد دياله وعد كمل ذاك المونطو اللي كان لابسه زادوا عرض الكسافه علا وولد خالسي هو اللي بغي غير الاملاك ديالي وهالشي اللي تتابعه ماشي اللي تتابعني للفتنة ديالي ولا لزين ديالي بغي الزواج مني على أخو الأملاك جوان صديقه أخ ما نقدرش نزوج به أنا مسلمة ومارك حفيد دانيال ما كيخسنش على الجوال عنده حياته بعيدة ما كتربطنا إلا صداقة وقفهم في المواجهة دياله ووقفاتها هي ويقول له مقلبك هذا على قبل ما نغييش حسث بالهواء كيدا ربعها كفوجها بحل كالنسبة اللي في إيقاتها خلتها بحل كتمنحها بحد الهدنة مع نفسها كتقلب على إجابة أخذت نفسها عميقية تقول له فبلاسو فين بغيت هيكم؟ هو يبساسم وعرف أنك دكية وحتف الإجابات كتعرفي تختارها الحب نور وشا ما علمك جدك أن الحب كاين في الحياة؟ حسث بكلها ما تخلقه ورجعوا لأنفاس كيتسابقه في الداخل دياله وقلبها تنفض بحل كيحاول قلبها يخرج من تكسيجن دياله هذه آخر حاجة كان ممكن أن أجد تعلمها لي علمني أن الحياة عمل ونجاح وقوة وماشي ضعف وبلا هزيمة والضعف ما كنعرفوش أننا نبعد عنينا إلا بالخدمة والناجحة قرب منها وعجبات وديك الكلام دياله وهي مثل إذا قد تعرفي معي عن أماني جديد للحياة تقدر تعجبك يلا تحنا بغي يقرب منها ويا تبعد عليه تقدروا رجعوا تهبا تقاطف الوقت دياله وحسب الخوف اللي فعينيها ويشفها لحظة قد ما يقول له مش يقبل من سمع الجواب ديالك نجربه على الأقل خطوبة نتعود فيها وبعدها تقرر بها شنو قررتي كانت كترشف بقوة بلا إدراك للسباب ومعرفت كيف ترعصة بموافقة ويكا تقول له أوكي غينت طمنا لجداتي ومورها تلقاها ويبساسم شكرا ليدي من دواعي السرور تيالي ومعرفت كيف وفقتها وفقتها وخطوبة ومعرفت كيف طريقتي فيها ومعرفت كيف قدرت الناس من حوض كثيرة لها وشغير لأنها تقوم على وتحوط وضعه عند حده شكرا للمتابعة القصة ومعرفت كيف قدرت القصة وانشاء الله مع الجزء الثاني وانتبعوا كيف تتسامر القصة وليدي نور والمطرب المشهور شكرا لكم البنات على التعليق شكرا لالشتراك في القناة وارتجوا معي القصة والرابط للقناة وانتلقوا عن مقرب سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة